صباح الخير مشاهدين الكرام حلقة جديدة من السياسة اليوم السبت 24 كنون الاول 2022 بشرف نرحب بضيفي بالستوديو وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي استاذ عدنان رمال اهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير يعني بالبداية اسمح لنا اليوم ليلة الميلاد المجيد نتوجه لللبنانيين للمشاهدين لحضرتك بميلاد مجيد ينعاد على اللبنانيين ان شاء الله يحمل بشارة ولادة لبنان جديد بس هيدا بده يكون النواية موجودة استاذ عدنان صحيح ان شاء الله بتكون سنة خير على الجميع اهلا وسهلا بحضرتك ان شاء الله يعني اليوم بالحديث مع حضرتك اكيد نحن اليوم يعني صرنا على مشارف ايام لنختتم هذا العام اللي كان عن جد مليء بالخيبات ويعني بموازات الانهيار كان عم بيكون هناك عجز وربما مقصود عدم مسؤولية عدم مسؤولية صحيح باي اجراءات يعني تلجم او تحد من هذا الانهيار اليوم الهواجس المعيشية هي التي تضغى يعني وتشكل قلق لللبنانيين والسؤال دايما الى اين بظل بعد ما شفنا تصريحات رسمية رئيس الحكومة بيقول الوضع قاسي يعني والمرحلة ستكون القادمة اقصى حتى دكتور سعدي الشامي بيقول الوضع صعب وصعب جدا يعني اذا هيني عم يبشرونه اصحاب القرار عم يبشرونه بهذه المرحلة ما بعرف شو هيكون الايجابي على كل حال بدنا نحكي مع حضرتك بالواقع الاقتصادي المالي النقدي المتردي من باب الاجراءات التي تبتخذ وبدنا نسأل حضرتك عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن هل هناك امكانية لحلول بعض بهيدا الاطار طبعا الحلول يعني تبقى متوفرة وموجودة طالما الارادة كانت موجودة لايجاد الحلول اليوم نحنا بمشكلة يعني توصيفها اصبح يعني معروف جدا نعم ومشكلة اقتصادية ومالية ومنقدية واجتماعية ويعني كطاعية كل الكطاعات في لبنان منها الكطاع العام والخدمات الدولة بتقدمها للمواطنين نعم اصبحت في خبر كان ومع الاسف كلمة الامور عم بتزيد سوق ولكن المشكلة الاكبر ان المسؤولين ما كانوا معترفين بهذه المشاكل هلأ كان عنده حالة الانكار ما زالت مستمرة لمن فترة اسيرة هلأ صاروا عم بقولوا احنا بمشكلة كبيرة وكذا تأخروا كتير لايعترفوا بالمشكلة لايبدأ علاجها الصحيح اليوم المسؤول مش مفروض يوصف المشكلة المسؤول مطلوب منه الحلول يعني من المعيب ان يطلع بعض او اكريت الوزراء او المسؤولين اللي بسلطة التنفيذية اللي هن مسؤولين عن الحلول يطلعوا يطرحوا المشاكل على المواطنين مين بدوا يحل المشاكل للمواطن يعني تصريحاتهم كانت باماكن بالسياسة ولا بالاتصاد ولا وما كان عم بتكون هي طرح المشاكل عم انت شغلتك تلاقي الحل مش شغلتك تطرح مشكلة وكأنه عم مشكلة للمواطن وهذه على فكرة سياق بلبنان يعني مستمر وطويل وهيدا بدل عن جهل بالعمل السياسي وبالعمل الاقتصادي تقاظف المسؤوليات وكل حدا بده يشيل المسؤولية يعني عن حاله كل حدا بده يشيل المسؤولية عن حاله اليوم المسؤولية واضحة يعني السلطات هي اليوم متعددة فيه سلطة تشريعية فيه سلطة تنفيذية اليوم السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن التنفيذ في حال كان فيه اوانين فيه الجديدة عاد تنفيذها اليوم بلبنان اذا تم اقرار اوانين ما بيتم تنفيذها التأثير عم بيكونوا من السلطة التنفيذية الإجراءات اللي نلازم ناخدها بأزمة مثل الأزمة اللي نحن فيها مفروض السلطة التنفيذية تطرح الحلول ومن ثم السلطة التشريعية بتقرر هالأوانين كيف تكون اليوم السلطة التنفيذية ما عم تقوم بدورة أبدا عم تتقاضى في المسئوليات مبان بعضها يعني الوزراء ليسوا كجسم واحد بمثله الدولة اللبنانية لبل منشوف نحن كل وزير عم يشغل على هوي وعم يشغل بالقطعة وأحياناً قد يكون فيه مصلحة بالتقاء وزارتين أو ثلاثة مع بعضهم من أجل تنفيذ شيء لمصلحة اللبنانية ملاقيهم عم تناكفوا مع بعضهم لحتى لك الحدا منهم يطلع هو البطل أو هو العمل فبالتالي يفشل أي مشروع أداليوم المشهد السياسي المتشظي اللي عم نشوف هذا التفكك اللي حضرتك عم تحكي عليه قداش عم يطغى على قلية عمل الحكومة بمسار العمل الحكومة وبالتالي قداش عم ماله يعني يقذف بالحلول وعم بتكون دايماً يعني الضحية الاقتصاد الوطني وبالتالي المواطن اللبناني صحيح هيدا المشهد كمان هني قد بيتحملوا مسئولية بهيدا الموضوع بتحملوا كمان المسئولية أساساً عندهم مسئولية التأثير نعم عندهم مسئولية عدم الكفاءة يعني بالاختيارات اللي عم بتكون بالسلطة التنفيذية ما عم بيكون في كفاءة وعم ما عم بيكون في معرفة نعم يعني عم نبحث عن ألقاب وعن شهادات أكتر ما عم نبحث عن أشخاص عندهم خبرة عملية مشتغلين بالكطاع الخاص أو بالكطاع العام اليوم ليه الكطاع الخاص بنجح الكطاع الخاص بنجح لأنه أي تأثير من أي موظف إن كان بيقع على الرتب والله بيأكل الرتب بتم فوراً محاسبته أو إزاحته اليوم بالكطاع العام عندنا مشكل كتير كبير يعني بصلب الكطاع العام في عنا كفاءات كتير في عنا أشخاص ناجحين وفي عنا جزء كبير منهم هو يعني أشخاص غير كفؤين إن كانوا من رتبة وزيره وبالنازل يعني بدي حكي بها المسا وهذا ولكن ما في أي طريقة أو أي بروسس لإزاحت هذا الشخص وتعيين بديل عنه أو لمحاسبته لأنه البلد قايم على نظام خاطئ جداً والمشكلة الاقتصادية نحن فيها والمالية والنقدية هي سبب النظام النظام هو المشكلة الكبيرة وإذا اليوم نحن افتراضاً عملنا كل الإجراءات المطلوبة وحدينا من الانهيار وتعافينا بدي يسلم مع أنه من الناس صعب جداً ولكن إن شاء الله بيجي يوم نتعافى فيه وبيبقى هذا النظام وبيبقى هذا النظام موجود نحن منعيش عدة سنوات ومرجع على أزمة أكبر من هذه الأزمة إذا ما عملنا يعني إصلاحات بنيوية لأنه الخلل الخلل بالبنان بنية وأساسي يعني ببنية هذا الاقتصاد وأيضاً يعني ربطاً مع بنية النظام السياسي أكيد النظام السياسي هو اللي عامل النظام الإداري اليوم نحن في مشكلة عندنا بنيوية بالسياسي بالإدارة بالكتاع العام لأنه كل هذي بالكتاع المصرفي بالكتاع المالي الرسمي والخاص كل هذي الأزمات تراكمت وانفجرت كلها سواء بالألفين وتسعة عشر نعم الالفين وتسعة عشر اللي صار هو نتيجة أزمات كانت مستمرة انفجرت بالألفين وتسعة عشر يعني هو نتيجة ما سبق أنا هذا برأيي اليوم ما فينا نيجي نقول إنه كان كل شي سليم نعم والألفين بسبعة عشرين هو اللي عمل الأزمة لأ صحيح كان الشعب محؤون ولكن اليوم الشعب ما كان عالف حاله أنه رأي على الأسوأ بالتالي اليوم الإجراءات كلها اللي تم أخذها من ألفين وتسعة عشر لليوم كلها إجراءات أو خاطئة أو لما تم أخذ الإجراء الصحيح اللي نحن كان بحد من الأزمة نحن أساسا بأزمة من ألفين ودعش من متى ما بدأت الحرب على سوريا نحن أصبحنا بأزمة بميزان المدفوعات اللي كان كل عمره قبل ألفين ودعش كان لمصلحة لبنان من ألفين ودعش وبالطالع أصبح ميزان المدفوعات يعني ما يخرج من الدولارات من لبنان أكثر ما يدخل فبتالي بدأت من ألفين ودعش وبدأت أزمة النازحين وصار في عبق على لبنان اليوم الاقتصاد اللبناني لا يحمل هذا العدد من النازحين باللبنان وبنفس الوقت لا يحمل الاقتصاد آخر ينمي من لبنان أحكي الأمور بصراحة نحن اليوم باقتصاد صغير عم بيعيش دولتين وبنفس الوقت هذا الاقتصاد عم بيعيش الشعبين وبالتالي نحن طلقائياً حنروح على أزمة يعني كنا فبالتالي الأمور تعقدت بشكل يعني متدرج وسريع ولكن عدم أخذ الإجراءات الصحيحة حالة الإنقار اللي بقيت مستمرلة من شهرين ثلاثة اعترفوا أنه في أزمة في لبنان من رئاسة الحكومة بالنازل فبالتالي هذه الأمور هي لعقدة الأزمة ووصفت بالأزمة اللبنانية من سنة أنه هي تالت أكبر أزمة بالعالم من 150 سنة أنا اليوم بصرح لك وبقل لك على مسؤولية أنه الأزمة اللبنانية هي الأزمة الأولى في العالم يمكن من 500 سنة جوازنا تشيلي وإسبانيا نحن اللي كانوا قابلنا من 150 سنة نحن تجوازنا هنا أصبحنا حتى تجوازنا فينزويلا بالتضخم اللي كانت توصى فيه أنه الدولة الأولى بالتضخم تجوازناها نحن تاني دولة بعد زنبابوي صرنا بالتضخم مع أنه الأرقام اللي عم تنحط عن التضخم هي أرقام غير حقيقي التضخم أكبر من هيك بعد طيب أستاذ عدنان يعني بناء على اللي حضرتك تفضلت فيه هيدا المقدمة العامة إذا بدنا نفوت بتفاصيلها هيدا بيبشر أنه نحن المرحلة القادمة عن جد رح تكون أكتر أساوي هتكون أساوي هتكون صعب جدا طب لناحية ماذا يعني اليوم عم نشوف عم يتجلى هذا الانهيار بيعني ارتفاع عم بيكون كتير سريع يقاعه لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء وعم نشوف التفلط كمان بالأسعار الاستهلاكية القدرة الشرائية عم تزداد يعني كمان تدنى صحيح ويعني هيدا كله عم يعكس حاله على كل القطاعات بلبنان ويعني يعني يعني يؤسف أنه على قطاع الدواء القطاع الاستشفائي وهيدا اللي بيقول أنه يعني وجوب أنه يفتحوا اعتمادات والاعتمادات بدون يستعملوا الاحتياطة كل هيدا شو بقلنا المرحلة المقبلة كيف رح يكون التعاطي وقديش رح يكون يعني مدى سوق يعني مع الأسف اليوم في حلين يعني لتمويل الحاجات الأساسية اللبنانية بتم تمويلها بالدولار الأمريكي في حلين أو استعمال الاحتياط اللي هي ما تبكة من أموال المودعين اللي تتجاوز عشرة بالمئة من قيمة ودائع الموجودة في لبنان في مننا احتياطة بمصف ببنان وفي يمكن خمسة أو ستة مليار دولار في الكطاع في الكطاع المالي الخاص صحيح بالتالي اليوم كل الموجود من أصل الوداء هي لتجاوز 15% ما بين الاحتياط مصف ببنان والمصارف ووداء على خارج فبالتالي اليوم عنا حلين أو بدنا نستعمل هالاحتياطة أو بدنا نشر دولار من السوق المحلي إذا استعملنا الاحتياطة منكون عملة السنسف ومروعة بعد سنة أو سنتين بروعة محل ما بقى عندنا احتياطة أبدا وهون بكون يعني ببطل فيه أي قدرة نستعمل الدهب بركي الاحتياطة يعني ما اليوم نحنا مشين بمسار انحدارة مع الأسف نحنا بعد ما وصلنا للقار أو وصلنا وبلشنا نحفر نزول الزيادة بكل صراحة عم بحكي فبالتالي اليوم إذا استعمل الاحتياطة مشكلة في حال نضب الاحتياطة بمصر وإذا ما استعملنا دولارات من السوق المحلي وعند كل شراء دولارات من السوق المحلي لا تلبط الاحتجاجات من كانت فيول ولا قمح ولا دفع الرواتب للكطاع العام على 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 تعميم سيرفة أو تعميم مية وستين فبالتالي هادا الدولارات اللي عم تنسحب من السوق المحلي كمان عم تعمل رفع بالأسعار فأصبحنا بدوامك بعتذر لقاطعك بس عم نشوف استاذ عدنان يعني دايماً صار الملاحظ أنه قبل أسبوع من آخر الشهر عم بيكون في هيدا يعني شراء عم بيكون في التدخل من المصرف المركزي بالسوق لحتى يعني وكأنه عم بيشارك بالمضاربة ليأمن أمواء رواتب القطاع العام يعني مصرف بنان مش عم بيضارب أكتر ما أنه اليوم فيه احتياجات للدولة اللبنانية احتياجات استراتيجية ورواتب القطاع العام وبعض السلع الأساسية اللي ما زالت مدعومة مثل الأمح وأدوية الأمراض المزمنة نعم واليوم زاد علينا شغلة هي ثمن الفيول لمؤس كهربة لبنان والمسبوع القادم يعني اعتماد ب63 مليون دولار فبالتالي ايه صحيح خلصت فبالتالي نحنا اليوم يعني رايحين أكتر لحاجة بالدولارات فكل ما نحنا عايزين هالدولارات بدنا نشيوم للسوق المحلي ومش بس نحنا عم نشيوم للسوق المحلي كمان في أطراف أخرى عم تشيوم للسوق المحلي اللبناني اللي مع زغر الدولارات أو العرض الموجود باللبنان لبل نحنا كمان اليوم في عنا يعني منافسين عم بغير لبنانيين عم بشتروا دولارات من السوق اللبناني فبالتالي يعني أصبح السوق اللبناني عليه طلب أكتر بكتير من العرض الموجود يعني اليوم بالصحف عم يحكوا على سوق الشتورة يعني الموازن بغض النظر لا فيه تهريب كمان دولارات مش تهريب يعني اليوم ما حدا عم بيهرب دولار بمعنى كلمة التهريب يعني في بعض الكلمات بتستعمل بالصحافة أو مش حضرتك يعني بالكتابة نلاحظين انه تهريب اليوم فيه السوق اللبناني سوق حر مفتوح يعني فيه أشخاص بمعنى عملة تانية بيبدلوها بالدولار هيدا يعني منضم بكل دول العالم بيصير ولكن اليوم لأنه فيه شح كبير بالدولار باللبنان أصبحنا عم نشوف حتى لو كان مبالغ يعني متوسطة غير كبير جدا عم بتعمل أزمة بالسوق اللبناني فبالتالي اليوم نحنا رايحين على أزمات أكبر لأنه ما نعملت الحلول الوقت كان لازم تنعمل لأنه بالاقتصاد وبالمال وبالنقد إذا أجراء يصح اليوم ما بيقود يصح بعد أسبوع فاكيف إذا بعد سنتين أو ثلاث سنين رايحين نحنا نقول أنه والله بدنا نبلش نشتغل معناته يعني سعر صرف الدولار مرجح أنه يضل يعني يلعب وربما يعني نحو مزيد من الارتفاع يعني أنا بدأتكي عين بسيطي نحنا بحزيران كنا بحدود التلاتين ألف صحيح اليوم نحنا بحدود الخمسة واربين إذا بدنا نعمل يعني نحنا طالعين ستين بالمية بخلال خمسة شر أو ستة شر طلع ستين بالمية الدولار بس بنفس السنة نعم بدأ العام بعشرين ألف اليوم نحنا عم نحكي خمسة واربين عم بواب الخمسين يعني مرة ونص الزيادة نعم خلال سنة واحدة هيدوش بشنا والرقم كبر يعني رقم سعر الصرف سعر كبير نعم فبالتالي نحنا بنشهد بيعني إذا باقي المسار كما هو وما تم تويع مع اتفاق صندوق النقد هو الهدف من صندوق النقد هي المظلة اللي بدو يعطينا إياها من أجل المؤسسات الأخرى المانحة الدولية أو الدول نوع من المظلة لإدارة الملف المالي اللبناني مش لحجم المبلغ اللي بدو يعطينا إياها صندوق النقد اللي يتجاوز مليار دولار بالسنة بينما نحنا عم نستورد شهريا من 700 مليون الفكرة هي من صندوق النقد هي المظلة اللي بدو يعطيها للكطاع المالي اللبناني ومن بعد منه بيدخل البنك الدولي والمؤسسات المانحة بيرجع لبنان على أسواء العالمية هذا الهدف كله من صندوق النقد أكتر من قيمة المبلغ اللي بدو يعطيه وبنفس الوقت عم يفرض الإجراءات والإصلاحات اللي الحكومة اللبنانية أثرت باتخاذها ذاتيا يعني اليوم نحنا بلبنان الإجراءات كان لازم نعملها نحنا ذاتيا ب2017 وب2018 قبل الانهيار لأنه كنا عارفين راحنا على الانهيار وما أمنا فيها صار الانهيار وبعد 30 وما أمنا بالإصلاحات المطلوبة قد يكون صندوق النقد هو العامل الوحيد اللي عم يفرض الإصلاحات لأنه هن بحاجة الأموال وبحاجة العودة للأسواء الدولية وليس حبا بالوطن وبالمواطنين يعني للأسف وكمان عم نشوف يعني هيدا التباطق بتنفيذ الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي كسب لنا الوقت هيدا يعني عم نشوف كيف هيك مع بعض المناكفات السياسية عم نشوف نحنا بأزمة يعني أقلوا الهيئات النظمة استاذ عدنان هيدا اللي قصدي يعني اليوم نحنا بأزمة قد تكون أولى بالعالم منذ قيام الكتاعات المالية والاقتصادية وبعد وبعد في ناس أو بعد جهات السياسية وليس الكل عم بيعملوا لمصالح فردية ولمصالح قد تؤذي لبنان لعشرات السنوات لأنه عم برجع بقلك في خسارة الوقت في خسارة الإجراءات اللي ما بتنعمل هلأ بتصور أأسى علينا لو قمنا بالإجراءات بالألفان وعشرين كان دولارنا ما بتجوز عشر تلاف هلأ وكانت الأمور ضمن السيطرة لأنه كان فينا نعمل وكان بعدنا بمحال مقبول اليوم كل ما نتأخر كل ما إجراءات بيصور أسعب وأقصى يعني عن جد فيه سؤال لأنه فيه بعض الجهات لأنه فيه مصالح كانت يعني ليش ما عملنا أسلاحه أنا برأيي عدم تقدير حجم المشكلة من الأشخاص المسؤولين عن السياسة المالية والاقتصادية أم كانت يعني ممكن أنه يعني الإجراءات اللي كانت لازم تتخذ مع بداية هيك بروز هيدا الأزمة أنه هي آسيا وكانوا خايفانين من الشعبوية وعم يحسبوا هيدا الأحساب يعني شو اللي كان عم مالي يمنع أم أنه يعني عيدا المسار كنا عم نمشي فيه يعني أنا برأيي عقول أو العقول المسؤولة ما كانت مقدرة حجم المشكلة نتيجة قصر نظر مش نتيجة أنه كانت المعطية تحسن من هيك نعم معطية واضحة من 2015 من 2016 و2017 عندما تم إجراء الهندسات المالية هو هذا إعلان أنه لبنان أصبح فيه شح دولاري من 2016 وبالتالي بيقى المسار تصاعدة وحجم الدولة يعني نحكي الأمور نبلش ما نحكي بس شعارات أنا ما بحب أحكي إلا بالمباشر نعم اليوم حجم الدولة اللبناني حجم كبير جدا أكبر من حجم وطاقة الاقتصاد على خلق الأدرة على الاستمرار يعني اليوم نحنا كنا ندفع بس كلفة دين عام بحدود 6 مليار إلى 6 مليار ونص قبل الأزمة كنا ندفع رواتب بين 6 و 6 ونص مليار دولار وهذا مش مسبوء بالعالم أنه يكون عندك أنت 60% من مداخيل الدولة كانت تدفع رواتب صحيح وتلت حجم الأنفاق كان يدفع رواتب يعني على عدد سكان لبنان وعلى مساحة لبنان حجم الدولة كبير جدا هو الذي إذا بدك أذى الاقتصاد والكطاع الخاص مع للم أنه الكطاع الخاص هو من يمول الدولة ومن خلال الضرائل والرسوم والتجارة والقطاع المنتج عمليا هو الكطاع المنتج الوحيد مع الأسف مع أن الدولة عندها بالنظام الاقتصادي عندها الشركات التي هي بالديرة التي هي شركات يجب أن يكون مربحة جدا لأنه شركات احتكارية يعني الدولة تملك الكطاع الكهرباء لازم بدل أن تخسر مليارين بالسنة تربح يعني نحنا عندنا خسارة مليارين كان وعندنا خسارة مليار إلى مليار ونص اللي لازم يكونوا هن مدخول يعني كشركة عم تنتج لازم تربح مليار ونص فعندنا عم نخسر الدعم اللي عم نقدمه كمليارين وكنا عم نخسر قيمة شركة الكهرباء اللي هي تفوق الأربع إلى خمسة مليار كأسة وكموجودات إذا منأجرهم بس بتعاملها مبلقة كنا عم نزيد الأكلاف على القطاعات المنتجة والقطاعات الأخرى اللي هي كمان منتجة مثل المرافق والآخرين ما كانت عم ترفض الخزينة بشكل مباشر الأموال اللي هي بتأتيها كانت يعني ما يفيد عنها بعد ما تصرف مع هدر وفساد كانت تحول البيئ الخزينة اللي هي مبالغ زهيدة صحيح فبالتالي نحن الكطاع العام هو من إذا يعني بحكيها بشكل مباشر هو من دمر الاقتصاد اللبناني وتريكة إدارة الكطاع العام هي من أذت إذا بدك وصلت المواطنين اللبنانيين لهم حتى وداع المواطنين هي نصرفت وين؟ نصرفت كلفة دين نصرفت هدر ونصرفت كهرباء ونصرفت على الكطاع العام هادي الحية نعم وللأسف يعني شفنا راحوا باتجاه خطة تعافي تلحظ سفر إخسارة يعني سفرت يعني خطة تعافي وحملت الموضع نعم عم تجي تتحمل المسئولية لصاحب الوديعة لأنه اليوم الدولة ما عم تتحمل مسئوليتها بالأنفاق يعني من أنفك هذه الأموالات صحيح أمفكت على الدولة أو على الكطاع العام أو على بعض يعني اليوم نحن المشكلة الكبيرة اللي كانت عنا وصفتلك يعني كلفة الدين العام وكلفة الرواتب والأجور يعني كانوا هود البندان أكتر من مدخيل الدولة كلها بيبقى عنا الخدمات والإنشاءات والآخرين اللي بآخر سنوات عدمت وبالتالي اليوم شايفين نحن تتراهل بكل البنات التحتية سياسات الهدر استاذ عدناني يعني اللي ولا مرة رحنا على مشروع مع الأسف كان عنا سياسة ببعض الوزارات كان عنا سياسة هدر على يعني أنه تكمل هذه الأزمة صحيح وهدي شي مش مسبوء أنه اليوم تكون الإدارة وبالسياسة هي وصلت إلى هذه الأزمة وتخلت عن دورة عندما الناس يعني ذهبت أموالها والاقتصاد نهار وتراجع صحيح الحجم الاقتصاد تراجع بحدود سبعين بالمية يعني سبعين إلى تمانين بالمية اليوم نحن هدي السنة يقدر حجم الاقتصاد يكون تحت العشرين مليار فبالتالي وين كنا؟ كنا بخمسة وخمسين مليار صحيح طيب خلينا أتوقف مع أول فاصل إذا سمحت بدي أحكي عن الإجراءات تحديدا الدولار الجمركي دولار الخمسة عشر ألف بشباط وتأثيراتهم ويعني الأزمة المصارف بدي أسألك إذا هناك تراكم لجراءة من المصارف اليوم الوزير السابق فادي عبود كاتب مقال تحت هذا العنوان وعن أموال المدعين والحلول المقترحة يعني اللي ممكن شايفينا وشاهدينا فاصل قصير ونعود مجددا برحب فيكم مشاهدينا بالعجوز الثاني من السياسة اليوم مجدد الترحيب بضيفة استاذ عدنان رمال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي استاذ عدنان يعني كنا عم نحكي بتوصيف للمشكلة بحجم هذه المشكلة وصعوبتها ولكن يعني بيضل في جزء يتبع لإله بعض الحلول خلنا نحكي بس عن الإجراءات اللي اليوم يعني حضرتك كمانا تتعاطى بالشأن الاقتصادي العام من باب التجارة باب الاستيراد الدولار الجمركي هذا الإجراء حضرتك كان عندك رأي مسبق يعني قبل ما يتم إقراره أنه خليه يكون بـ 8000 ونرجع بنعمل رفع تدريجي وصولا للـ 15000 اليوم الـ 15000 بعدك عند رأيك أول شي هلأ على سعر الدولار السوداء سعر للـ 15 كأنه تماني وقت كنا عم طالب يكون بـ 8 لكون صريح يعني وقت كنا عم نقول خليه يكون بـ 8 لأنه في يعني معايير معينة كنت عم بقول أنا أنه خليه يكون 8000 لأنه المودي عم يقبض أمواله من المصارف على 8000 صحيح الكتاع الخاص زاد رواد بو بحدود 5 مرات خلينا نقول مثلا والكتاع العام زاد رواد بو 3 مرات أو 4 مرات على بدل النقل والآخري فبالتالي بيكون 8000 هو سعر عادل لأنه كمان بـ 15500 الدولة ما بها فيها تستمر يعني اليوم الكتاع العام والكتاع المالي عليه سحقات يعني رواتي بخدمات للآخري بتنعدم يعني بينهار السستام العام فبالتالي لازم يتم زيارة الدولار جمركي من 1500 إلى مبلغ معين كانت 8 وقت كنا عم نطالب 8 كان دولار بحدود 20-22 ألف اليوم عندما أصبحت الدولار بـ 45 ألف بالتالي الـ 15 ألف أصبحت كأنها 8000 على الـ % يعني كالنسب بيماوي هلأ إذا كانت تعطيهم فكرة يعني يزيدوا لنا يا لـ 25 ألف لا مش هيك أنا هم بحكي إنه كنا عم نطالب 8 كان بعشرين فكنا عم نقول لحتالي ما يزيد التضخم ما تعلى الأسعار كتير بنفس الوقت لحتالي ما يدلدوا من قدرة المواطن زيادة الجمركية لأنه في سلع عليها 35 و 25 و 40 صحيح واليوم إذا بنشهد من شو عم بيصير منلاحظ أكتر شيء كتاع السيارات والمفروشات تتأثر بشكل كتير كبير لأنه نسبة الجمركة عليها مع العلم أنه ما دخل يعني بضائع وسلع جديدة ولكن اليوم في بعض الناس بيعتبروا إنه حقهم الطبيعية يملوا ريبليسمانت للكوست طبعهم وهذا شيء بعلم الاقتصاد موجود بالتالي ما أظلم هذا فبالتالي اليوم الـ 15 ألف ولا 8 ألف أنا برأيي أصبحت يعني ورانا لأنه سعر الصرف ارتفع بالنسبة كتير عالية وغطى هذا الهيمش اللي كنا نحن نطالب فيه بيبقى اليوم زيادة الدولار الرسمي حسب مسرح حاكم مصر في المركز إنه ببداية الشبار كمان بيكون هيدا ساهم رجع للمودعين بالتوازي ما بين الضريبة وما بين يعني مقبضاتهم الدولارية اللي عم يقبضوها بالليرة اللبنانية ولكن هاو دي اتنين شو بيعملوا يعني دولار جمرك 15 ألف والدولار الرسمي ع 15 ألف شو بيعملوا بيعملوا تضخم بالسوق أكتر بيعملوا كتلة نقدية بالليرة اللبنانية أكتر بيعملوا طلب على الدولار أكتر فبالتالي بيرتفع سعر الصرف وبتنخفض قيمة العملية المحلية أكتر وأكتر يعني بالتالي هنه يعني إجراءين لابد منهم ولكن هاو دي الإجراءين بيساهموا أكتر بالأزمة لأنه نحنا ما عم نروح على علاج الأساس نحنا عم نروح نقول ما ننزيد مثل زيادة الرواتب كل ما نزيد رواتب كل ما الكتلة النقدية بتكتر كل ما لاستهلاك بيزيد مع العلم أنه هادي هي حاجة للموظف يعني زيادة اللي تم إقرارها كان للكطاع العام أو اللي عم بتم منقشته حاليا بالكطاع الخاص هي هادي حق للموظفين وللعمال حتى اللي ماينفهم قليل قلط ولكن لازم تكونوا يعني بالتوازي مع شو ولكن هادي هي عم بتساهم أكتر لأنه أصبحنا في دوامي كل إجراء بناخده نحنا عم بساهم يعني بناخد إجراء لنساعد أكتر بالقدرة الشرائية للمواطن بناخد إجراء لنخفف من حجم المشكلة للعيال عم يسبقوا سعر الدولار عم يسبقوا سعر الدولار لأنه نحنا بلد مستهلك بنسبة 80 إلى 90% من استهلكنا هو مستورد ونحنا بحاجة للدولار وفي نعمة هون هاقولها هي نعمة المختاربين اللبنانيين فقط لغاية لأنه سنويا عم بيحاولوا بين 6 ونص و7 مليار دولار لأنه أصبحوا اليوم هيدا الرقم بيشكل يمكن 45% من حجم الاقتصاد وما في بلد بالعالم تحولته من مختاربيه بتكون تقريبا 45% من حجم اقتصاده هاو دي هن المخاليين الناس وقفين عجريها في عنا بحدود 20% من المواطنين اللبنانيين قادرين يصرفوا بالحالة اللي هن فيها لأنه أو عمى داخلهم بالدولار أو هن برة البلد أو هن بيشتغلوا بالدولار بالداخل وفي عندك 80% من قسمه لشقفتين شقفة فكر مقضع أصبحنا فيها بيعيشوا بقل من دولار بالنهار أو دولارين بالنهار وعندك شقفة تانية عايشة على عدة أنواع من الأعمال مع مساعدات من الخارج هاو دي كمان عم بيكون عندهم قدرة مقبولة لحد الأدنى من العيش الكريم يعني وبناءا عن اللي تفضلت فيه يبدو اليوم يعني الإجراءات الحكومية عم بتكون شفناها بهيدا البطء لأنه مراهنين على هيدا الموضوع استاذ حدنين إنه اليوم العائلات عم ترفض بأموال من المغتربين عم تقدر تهدي عم تقدر تكون يعني هيدا السقوط اللي عم نشوفه يبدو يعني بس الحكومة ما فيها تبتك العائية شيء من خارجها يعني الحكومة هي دولة هي المسؤولة عن رعاية مواطنينها ومسؤولة عن الأمن والأمان والصحة بالحد الأدنى هؤلاء الثلاثة دهن الأساسيين تخلت عننا الحكومة مع الأسف اليوم الناس ما تروكي باللبنان الناس اللبناني خلق واللبناني هو عم بيقوم ذاتيا هو عامل دولة بيأمن كهرباء من حلين ثلاثة بيأمن بيأمن ماء هو يعني كل شيء المواطن هو كأنه عامل دولته الخاصة وبالتالي الدولة اليوم بتجي بتحكي بأنه المواطن عم بيأثر لأ المواطن بس الدولة تقوم بويس باتر تجاه المواطن تجي بدأت شاركنا يعني أي مع الأسف يعني اليوم بآخر موازن فرض الضريبة على الرواتب الدولارية الفراش هايدي خطرة جدا أنه بتهجر مع مفعول رجعي كمان يعني وهيدي مش مسبوقة بالقوانين منا مسبوقة أنك ترجع مفعول رجعي تراجعي سنة كيفية ترجعي تصرحي وكيفية تخسمي ضريبة ومعتبرين أنه الألف دولار قصة كبيرة يعني أن الألف دولار ما بيكفوا كهرباء وماي وتنقلات اليوم مع الأسف يعني أنه مع تبري أنه هيدا رقم كبير يعني 45 مليون لازم يدفع منه نسبة 20 أو 30 بالمية يعني فيه شيء فيه خلال إجراء تم ولكن هيدا بالموازن ما أكر هيدا قرار والعرار أنا برأيي هيدا كهيد المناقشة هلأ ووزير المال وعد أنه يعني يشوف شو اللي مناسب ويتراجع لحتالي يكون فيه شيء أكتر عدالي للموظفين يعني أستاذ عدنان هيدا الإجراءات هيدا التدابير هي بإطار التخبط أم والعجز أم يعني بإطار أنه يعني عن جد ما مفكرين لوان رايحين شو ولا في شيء مقصود تخبط وعجز ومش مفكرين لوان رايحين يعني هيدا هيدا سوق إدارة ما بعرف حدثا بأي دولة نحنا منشوف مثلا بفرنسا كنا نشوف التظاهرات عم بتعم باريس إذا طلعت الفايدة سنتات مية بالمية سنتات يوم نحنا يعني منشوف فجأة ضريبة بتضرب درب مئة مرة يعني للأسف تسقط حكومات عادة بهيدا وخاصة أنت بأزمة اتصادية ولكن يعني بهيدا نظام الحكم التوافق نظام الحكم لكله مسند بعضه عم بيصير فينا مشكلة هون أساسا نحنا لو كنا بنظام حكم يعني حكومي ومعارضة ما كنا وصلنا لهون أبدا بس وقت الحكومات بتكون نسخة عن المجالس النيابي يعني كل الكتل موجودة بقلب الحكومة كأنه صار مجلس يعني المجلس التوافقي بيصير فيه تسويات والتسويات بتؤدي إلى أزمات لاحقة هذا النظام اللي كنا عايشين فيه نحنا بوصل لهم النظام السياسي لأنه اليوم كمان إذا ما عملت حكومات توفقية بتروح على أزمة بالشارع يعني هيك كان الوضع قبل فبالتالي كان من أجل الأمن ينعم الحكومات توفقية الحكومات توفقية ضمنت الأمن بالفترة من الفترات وكان إلى حسنات ولكن عملت أزمة اقتصادية ومالية كبيرة جدا يعني وللأسف منشوف إذا حبوا يحاسبوا حدا إذا كان من طائفة معينة بتهب الطائفة بتعتبر وكأنه استهداف يعني لطائفة معينة هيدا اللي أنا قلت المشكلة بالنظام المشكلة بالنظام إذا باللبنان ما رحنا على دولة مدنية بكلمة تعني الكلمة من شفافية يعني دولة مدنية تعطي الحكوك والواجبات بالتساوي للجميع وعلى الكفاءة ما بيصير مع الأسف ما بيكون عنا ما بيجي يومصر عنا دولة كما تكون الدول إن شاء الله اليوم يعني ضلنا هيك نتوجه بالدعوات اليوم لأنه بتكتر الصلوات بليل كل ميلاد إن شاء الله الله يستجيب يعني الميلاد مهجزة بل كي بتحققه مهجزة هلأ إن شاء الله طيب أستاذ عدنان خليني بس لأختم بمسألة الدولار الجمركي يمكن يعني المرحلة المقبلة أنه نشهد كمانا رفع للدولار الجمركي برأيك بإطار إجراء يعني قاسي وصعب لأنه يعني سمعنا التصريح الرسمية عم بتقول يعني الحلول تكمن بإجراءات صعبة وقاسية بدنا نتحملها لزيادة الإيرادة طبعا يعني اليوم هن يعني إذا بدك أصحاب القرار المالي يعني عم يتخذوا قراراتهم بالقطعة وطالما بأزمة مثل الأزمة اللبنانية إذا مناخد قراراتنا بالقطعة وبالمفرق ما بتعطي أي نتيجة يعني اليوم كان مطلوب يكون فيه ما بدي أقول خطة لأنه يعني سوري بهالكلمة قرفنا من كلمة خطط يعني سار بدك إجراءات وشفنا الخطة الجدية طرحت يعني دولار الجمركي مش هو المشكلة المشكلة بسعار الصرف المشكلة بعدم بشح الدولارات المشكلة بودائع المواطنين المشكلة بالاقتصاد اللبناني كله لأنه ما عم بيكون فيه عندك إلا يعني إجراءات محاسبية يعني بتم أخذها من قبل الحكومي يعني نعم ونحنا إذا دخلنا هيدا مندخل قبل وهيدا لنصرف مثلا على الكطاع العام لا الاقتصاد هو تحفيزات الاقتصاد هو فرص هو استثمارات من الخارج ومن الداخل في كتير من الناس اليوم واللي عم ناملو عم نهجر أكيد يعني بدل ما نستقصر نحنا بدون ما نعمل اليوم مناطق فينا نعمل اليوم مناطق حرة داخل لبنان فينا نشجع الدول المجاورة نعمل صناعات ضمن مناطق مقفلة حرة غير خادعة للضريبة في كتير من الإجراءات فينا نعملها اليوم بس ما عملنا ولا شي منا عم نجي نعمل إذا حدا أنه إحنا عم بفوت علينا مليار بدنا ناخد منه ميتان مليون ضريبة ما هذا المليار إذا بتاخد منه ميتان مليون ضريبة سنت الجي بيطير كله المليار وبطيروا الميتان مليون معه وبيطير فرص عمل معه ياخدوا الميتان مليون ولكن يعني ينصرفوا بالمحل الصحي على الأسف حياخدوا الميتان مليون وكلنا على سئة أنه حينهدروا خط الكهرباء سرون سنتين عم يحكوا فيها الحد الأدنى لنأمن يعني بيحكوا بتزيع الصناعة الوطنية والسياحة وأكيد نحنا وهذا شي منيح وهذه الكتاعات انتاجية وبتشغل ناش كتير ولكن الحد الأدنى نأمن كهرباء للكتاعات الانتاجية اليوم كلفة المطيرات والموالدات بالمؤسسة الاقتصادية عم تستهلك 30% من حجم الأنفاق داخل أي مؤسسة عم بيكون 30% ل40% بس مزوت للموالدات تبع المؤسسات وهذا عم يضطر يضيفون على ما عم يقدر يضيفون عم تلاقي المصالح والمؤسسات والشركات عم بتزغر أعمالها عم بتزم بدل ما أنه اليوم خاصة الكتاعات المنتجة والتجارة والصناعة والزراعة في كلفة كتير عالية اليوم رجعت صارت البلد أغلى من مكانة قبل العيام الألف وخمسة يعني إذا بكتعملي صناعة كان بديك تخفض الكلفة هلأ الكلفة انخفضت بالعشرين عشرين لنص العشرين وواحدة وعشرين وقت كان بعدها الاشياء مدعومة مع العلم أنها فقدت اليوم الكلفة صارت أعلى من مكانة مع العلم أنه الشغلة تراجع 80% ما في مؤسسة اليوم أنا بضمن لك عم تربح كل المؤسسات باللبنان عم تستمر لأنه هي على أسماء عائلية هي يعني استمرارية طويلة من السنوات بس ما عم تخسر أستاذ عدنان ولا مهدي حالة يعني في منه مهدي حالة وفي منه نيمكن عم يعمل أرباح بسيطة بس أنا بضمن لك 40 إلى 50% من المؤسسات عم تخسر ولكن بدأت استمر من أجل المحافظة على وجودها طيب خلينا ننتقل هيك قبل ما يدهمنا الوقت إذا سمحت لا يعني الأزمة مع المصارف قانون الكابت الكنترول إصرار عم نشوف بكل جلسة إصرار على حفظ حقوق المودعين بالمسار اللي يعني اللي ماشي فيه يحفظ حقوق المودعين يعني وحتى المسار اللي عم تتعاطى فيه المصارف مع المودع استاذ عدنين أيضا هلأ هو الكابت الكنترول لما فر من أقراره كان لازم يقرر بالفترة الأولى يعني ببداية الأزمة كان لازم يقرر قبل ما تفتح المصارف يعني عادة هيك الإجراءات بتخم وما كنا أكيد وصلنا لهم بس يبدو وقتها من الناس المشجعين على عدم إكرار الكابت الكنترول هنه جميع المصارف اللي هلأ هنه عم بتهالبوا لأنه ما كانوا مقدرين الأزمة أديها حتكون كبيرة اليوم إذا الكابت الكنترول أكر ضمن الشروط يعني دولة الرئيس بري هو السباق اللي كان عم بكل قوته عم بجرب يحفظ أموال المودعين من خلال الأوانين اللي بدوا تم إكرارها يعني من أجل ذلك اليوم فيه كتير تروي بدراسة بنود الكابت الكنترول حتى لا يكون الشيطان بالتفاصيل لأنه هي مسؤولية اليوم مسؤولية كتير كبيرة صحيح اليوم من الأساسيات حفاظ على الوداء الناس هي إعلان مسؤولية الدولة عن هذه الوداء بغير ذلك الأموال غير موجودة يعني إذا اليوم بدنا نتكل على المصارف المصارف أموالها لا تكفي لتزديد حتى المئة ألف دولار اللي هني عم نحكي فيه أنها تكون مضمونة اليوم في مشكلة كبيرة إذا الدولة تخلت عن المودعين اللبنانيين بتكون الأموال بكل صراحة أحكيها في خبر يعني أو أنه على فترة طويلة جدا أو تدفع جزء مننا بالليرة اللبناني بقل من قيمة الدولار الحقيقة وهذا اللي عم بيصير اليوم ونحنا شايفينه يعني اليوم يعني أودعت مع الأسف وهيدي مع العلم أنه حق لكل المودع يسترجع أمواله كما أودعها هذا حق مؤدس بالدستور اللبناني بالأوانين المحلية والعالمية نعم وعم نشوف نحنا خارج لبنان عم بتم أكرار أحكام لمصلحة المودعين لأنه هذا حق يعني من الحقوق اللي ما فيها أدنى شك بس الواقع اليوم الواقع والموجودات إذا الدولة ما أعلنت مسؤولية تضمن خطة واضحة نعم وكيف تتكفل بإعادة هذه الأموال الكطاع المالي اللبناني لا يستطيع وأصبح عاجز عن سداد هذه الأموال شو الحل السريع يعني شو الحل هيك سريع بهذا الموضوع كيف يمكن استعادة المودعين لأموالهم حضرتها كنت من المشاركين بالمنتدى الإقرصاد العربي اللي صار قريب الشهر تقريبا ببيروت مصارف عربية كانت موجودة صحيح واضح كان في طرح من بعض المصارف لشراق مصارف لبنانية استاذ عدنين نعم هيدا برأيك يعني إذا صار رح ممكن يبلش يعيد السقة أنه يعني هيدا المصرف عربي وإله سمعة برة أنه إذا اشترى مصرف في لبنان أو دمج حاله مع مصرف أكيد اليوم الكطاع المصرفي اللبناني كما هو لا قيام له أساسا هو يعني هو هيكل أكتر ما هو فعلي نعم وبنفس الوقت لا يقوم أي اقتصاد بأي دولة بالعالم بدون قطاع مصرفي صحيح يعني نحن بأزمة اقتصادية من 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 وراها هو يعني من ورا أزمة الكطاع المصرف والمالي أي مصارف اليوم أجنبية أو عربية تتملك مصارف محلية أكيد بتاعته ثقة أكتر وبيصير فيه أمل أكتر للمودعين لأنه هذا المصرف اللي جاي يشتري هذا الخارجي اللي بده يشتري مصرف محلي عنده قدرة وبده يكون يعني عامل حساباته كلها كيف يتعطى مع المودعين والآخر اليوم الحلول هي بتكون بقى التشركة يعني الكطاع العام اللي مش عم يعرف يدير مؤسساته لهذه المؤسسات اللي هي قد يعني يعني أرباحة تكون بالمليارات يعني هيدا قانون تم أكراره موجود الأنون ولكن هيدا اللي كنت عم بحكي عنه بتم أكرار أوانين ما بينفزوها صحيح نحن لو رحنا على التشركة من سبعة أثمان سنين عند إكراره هذا لأنه ما كنا وصلنا لهون لأنه كنا وفرنا بالكهرباء بس يمكن أكتر مع عشر مليار دور فبالتالي اليوم التشرك هي وإدخال الكطاع الخاص لإدارة أنا ضد أنا ضد بيع مؤسسات الدولة يجب أن تبقى ملك الشعب ولكن فينا نديرها الكطاع الخاص يدير هذه المؤسسات والمواطنين اللبناني يتملكوا جزء من هذه المؤسسات المواطن اللبناني ويكون في نسبة معينة لعدد من الأسهم اللي بيقدر يتملك كل شخص لحتى ما يصير فيه احتكار من مؤسسات كبيرة أو من متمولين كبار وهذه كلها سهلة وقت لي بيتاخذ الأرار الاستراتيجي بيحل الأزمة لحلول موجودة ولكن ما لحد اليوم ما فيه أرار وما فيه إرادة يعني للأسف استاذ عبنان نحن يعني وقتنا مع حضرتك انتهى ودايما التعويل على الإرادة يعني بس تحضر النواية وتكون الإرادة موجودة كله بيصير هيدا البلد بتحقق على وقت طويل ولكن يعني بتحقق وقت للإرادة موجود والأرار موجود بدنا وقت طويل ولكن بنبلش نبلش على الحد الأدنى نوقف الانهيار نحن مع الأسف لليوم ما وقفنا الانهيار ومشيين بعد أكتر مع الأسف يعني ما كنا حبيين ننهي الحديث ما حضرتك بهالنظرة التشاؤمية ولكن هيدا الواقع يعني رغب هيدا الواقع أكيد لازم نقوله ما بقى فيه داعي للتجميل أصلا يعني ما بقى فيه ولا مصحيق تخفي هيدا الواقع المرير عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أستاذ عدنان رمال شكرا جزيلا لحضرتك وإن شاء الله تكون سنة خير يعني على اللبنانيين على حضرتك والعائلة شكرا جزيلا وعلى أنبيان شكرا لحضرتك وشكرا لأنبيان أهلا وسهلا بحضرتك شرفت مشاهدينا في وصل قصير ونكون مع رئيس منظمة جستيسيا دكتور بول موركوس مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بهذا الجزء من السياسة اليوم ورحب بضيفي رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية دكتور بول موركوس أهلا وسهلا بحضرتك دكتور صبح الخير ميلاد مجيد ينعد على حضرتك لألكم ولمشاهدين الكرام كمان أهلا وسهلا بحضرتك يعني للأسف اليوم هيك عم نصبح المشاهدين بهالليلة المجيدة اللي هيك مفترض يعني تكون كلها أمل ورجاء لقيامة يعني بليلة البشارة عم تكون هيك وقعنا مرير استاذ عدنان رمال يعني كمان عم نقول كنا يعني منتأسف نختم اللقاء بهذه النظرة التشاؤمية للعام المقبل على أمل يعني أنه يولد لبنان ويعني يبشر اللبنانيين بأيام أفضل يا رب إذا هم أرادوا هيدا اللي يعني كاننا عم يحكي فيه استاذ عدنان الإرادة ما هم تكون موجودة عفوا دكتور بول يعني في عدة نقاط هيك نستغل وجود حضرتك لنحكي فيها أنونية اليوم يعني وهي مرتبطة أصلا يعني بالواقع الأزمة السياسية التي نشأت عن ميساقية جلسة الحكومة دستورية هذه الجلسات خاصة بوضع هلأد منهار مثل لبنان وخصوصا أنه الدستور اللبناني هو دستور مرن يعني ليس من الدستير الجامدة وأيضا يعني هناك أيضا قوانين على طريق الإقرار وهي كمان بتهم الناس اليوم الـ capital control أموال الموديعين وهذا العمل العشوائي اللي عم بيقوم فيه المصارف بالتعاطي مع الموديعين والقرارات اليوم اللي عم يتم أو الكون اللي عم يتم أقرارها ولا عم تلاقي طريقة للمراسيم التطبيقية أهلا وسهلا بحضرتك شكرا خليني بلش من الأزمة السياسية لزاهرة ميساقية ودستورية الحكومة وبطنة سياسة كل نصرنا نعرف ابتزاز سياسي ورئاسي عفاك لأنك أنت وضعت الإطار مناسب شكرا فضل دايما بحطوا الحق على الدستور وكأنه نحن أبريا هيك وفقط مشكلة بهونيك نص أنه يعني ألزمنا به وهو سيء وكأنه تجربتنا منا سيئة أكتر من هذا النص النص والميثقية والبديكيهن أكيد بدون تطوير وأكيد بدون درس نعم وبدون تنزيه من العورات والعيوب والثغر اللي لحقت فيهم وعلقت خلال سنوات تجربتنا المريرة لكن تجربتنا أمر وممارستنا أسوأ بكتير مما هي عليه هذه النصوص عم تنلبس هذه النصوص يعني عمالي يصير فيه داجيزمان عم يصير فيه قناع هو قناع دستوري وأنت أشرت يلقى له عفاك لأنه قناع الدستوري عم بيستعمل لمقارب وغيات سياسية وهالدولاب عم بيبرم على الكل صحيح عندما بيسيقوا تفسير النصوص عندما بيجرقوا على تفسير النصوص بدل تطبيقة عمالي مرة تصيب معهم لكن مرة تانية يقعوا ضحية هذا التفسير المشوه لأحكام الدستور هذا التفسير الملوث لأحكام الدستور ما بيعود للسياسيين يقاربوا هالمجال نهائيا دعوهم يفهموا نعم ممنوع يقاربوا تفسير الدستور ما يحكوا عن الموضوع مش شغلتهم هن فقط بيطبقوا نعم بيطبقوا لأنه نعم نشوف هن يفتح لباب الاجتهاد هالي الحيلة اللبنانية هالي عم بتكون حيلة حيلة السياسيين اللبنانيين حيلتهم نعم أنهن هن بيتجرقوا وبقولوا نحنا بدنا نفسر الدستور بيتجرقوا على تفسير الدستور وبيتجرقوا على عدم تطبيق الدستور وبيتجرقوا على تطبيقه بشكل منتقص ومشتزى ومشوه وملوث ومبتزل فقط ليه غيات ومصالح صحيح ظرفية ياريت مصالح استراتيجية ظرفية نعم كلنا منقول مرات الضرورات تبيح المحظورات ما في مشكلة بس تكون ضرورات وطنية تكون ضرورات استراتيجية نعم ما في منا عطولتهم معظمهم لما قل لك كلهم وعم موظلهم وانا بشوف كتار منهم نعم من كل الافريقاء كلهم بنسب متفاوتة بنسب متفاوتة صحيح وعم قل لك عم قل لك مش كلهم للا عم قل لك عم قل لك عم قل لك ما بدي عمم قل لك ما بدي أزلم ان في بعض الجهود طبعا بيقوم فيها البعض نعم يعني هو ومرات هذا البعض يصيب أو يخطئ نعم يعني ومرات بيحسن أو يخفق مش دايما كمان في ملايكة بالسياسة مش مطلوب من رجل السياسي يكون ملايك ما ولاش وجد هيدا الدستور هيدا وجد لنظم وضبط عمل السياسي نعم على القليل اللي يقروه 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 منيح حضرتك كتير يعني بتتعاطى كتير قريب يعني من اللي بيشتغلوا بالشأن العام من نواب من وزراء بتشوفهم فيه يعني قريب بيجيب سياسيا عم نشارك مثلا حتى باللجان انتو كتير عم تكونوا خاصة باللجان الحقوقية يعني ومرات عم يطلب مننا دراسات مثلا دراسة اللاجئين اللي عملناها هيدا احتي عنا هيدا لحالة ادامناها طبعا هيدا بشكل تطوعي واستشاري ومجاني حتى ما نكون في عنا اي استفاف او انتماء نحن ما يعني عنا بهذا الشغل هيدا الحكومي اللي طلب لقلنا اي وقت كمان شاركنا بالصندوق او بالاحرى المفاوضات مع صندوق النقد الدول الوفد اللبناني السابق كمان شاركنا بشكل تطوعي وداعم للوفد اللبناني نعم وبشكل مستقل واستشاري طيب قبل ما احكي على يعني الاكتراح اللي حضركم تقدمتوا فيه لمسألة الناس حين السوريين دكتور مرقوس يعني بس بدي احكي اليوم المساقية دستوريتا انا ما بدي اخد يعني ما بدي اخد اليوم لنقول اذا يعني رئيس الحكومة معه حق او المقاطعين معه حق ولكن اللي بدي اسألك ايه يعني كحضرتك عندك هذا البع وهيدي الخبرة وهل قدي صورة يعني قارق وحافظ لهيدا الدستور اليوم هذا الانهيار يعني ما بيستوجب انه يعني شو هو الدستور قدام موت العالم يعني شو هو نقول نحنا عم نتجاوز واليوم هون ما تغلط لا شو هو الدستور لا لا ما افهمت علي يعني اليوم اللي عم قولوا انا مش يعني ما بدنا نفوت باي اجتهاد اليوم اذا اجتمعت الحكومة انه عم تقوموا بعمل غير دستوري طب واذا كان البنود ما هو منو غير دستوري ما هو منو غير دستوري طب رأي طبعك شو دستوري دستوري وقال لها خليها الحكومة تروح عالبقات ويعدو الوزراء بالبيوت والمرسيم الجوالي اللي عم يحكم عنها لك مش مظبوطة هاي دي المرسيم بيرات بس انه شغلي شغلي حتى قادر خلصلي كل شغلي طيب قارت لك المادة 64 فقرة اتنين من الدستور لقدامي نعم وقدامي كمان تفسيره تفسيره وفقا لأربعين قاعدة دستورية 40 norms d'interpretation de la constitution إله أصول بالتفسير يعني ما بيعرفها السياسة بتمارس الحكومة هاي الصلاحيات بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال تمارس الصلاحيات مش لا تمارس نعم وجوبا يعني عليهم مجب obligation الوزراء يروحوا يجتمعوا إنما بالحد الأدنى الضروري واللي ما بيترك شلل أو ضرر على المرفق العام وعالخدمات العام نعم هذا المقصود والإقرار بيكون بالحاضرين هلأ قبل لك بس قبل لأقلك هالموضوعات اللي بدأت تطرح بدأت تكون ملحة جدا وضرورية وماسة وما بتتصرف إلا عبر اجتماع الحكومة نعم فبدي يكون اجتماع الحكومة نادر نادر لكن موجود مش مش موجود نعم يعني ما رح ننتر نحن الزلزال ليوصل بس لك ما عم نعيش كوارث أخرى اقتصادية ونقضية ومالية وصحية قد ما بدك نعم تستدقى تدخل الحكومة يعني هلأ الحكومة انه تنطر مثلا نفز الدولار عن الخمسين ألف مثلا لا تجتمع مش ضرورية تجتمع بس لها البند الوحيد هيدا اللي كده عمل لك هيدا لازم يكون مثلا هلأ بند وحيد لاجتمع الحكومة ودعوة كل الاختصاصيين بالموضوع ودعوة حاكم مصر في لبنان والتطرق إلى الموضوع بشكل تصدي بدون يعملوا إجراءات ما بجوزية لكل عالم هاي بده نطرة هاي دي مش للأمور الضرورية الإدارية عم بحكي معنا التصرفية لأن فيه نوعين فيه أعمال الإدارة أكدو جيسيون لحق تعملها الحكومة وفيه أعمال تصرفية هاي ديك أكدو ديسبوزيسيون ما فيها تعملها فنحنا أمام أعمال إدارية محدودة لكن ضرورية وماسة جدا لا تنتظر حكومة جديدة أما سألتيني كمان فيه مادة تانية رقم 65 يرجعوا له هاي بتحدد كيفية اجتمع مجل وزراء وفيه عندك مرسوم تنظيم أعمال مجل وزراء صادر بال92 ورجع كمان عليه تطوير هيدا النص بيقول كيف يجتمع مجل وزراء مش نحنا منقول كيف يجتمع مجل وزراء نعم يجتمع وأكرار بنود المدرجة على جدول الأعمال بتكون بأكترية الحضور بإجماع الحاضرين وليس عدد الحكومة مكتملة دكتور خلينا نقولك نعم أول شي كان يصاب يعني حضور الكورم بدك تلتين عدد أعضاء مجل وزراء اللي بيتألف منهم نعم يعني عم نحكي هون الـ 24 تلتين نعم 16 هو التلتين نعم وعندك للتصويت بدك إذا فيه تصويت لأنه يحبز الدستور التوافق نعم بيقلك وإلا إذا مش بالتوافق فإذا تعذر فبالتصويت كيف يكون التصويت التصويت بالأكترية المطلقة يعني من اللي كمان بيشكله مجل وزراء يعني عم نحكي عن 24-12 يعني 13 نعم نص زائد واحد 13 هلا مرات مش دايما زائد واحد بدك الدورية 13 المرات تطلع لك نص وعندك موضوعات الأساسية اللي ما بعتقد رح تطرح مثل تعديل الدستور مثل حرب والسلم مثل المركزية الإدارية التعينات في أقولة الجنسية هؤلاء الأمور هؤلاء بدك فيهم تلتين عدد أعضاء مش وزراء نعم فأنت بدك فقط أكترية مطلقة يعني 13 وزير نعم ولكن بده يكون حاضر 16 يعني يكون حاضر 16 التصويت بيكون ب13 إذا رحنا للتصويت نعم هلأ ابتدعوا أيام رئيس الوزراء السابق تمام سلام ممارسة توافؤية ضامنة أكتر من شان ما يعني يجرحوا إذا بديك حياء وكرامة اللي هن حارسين على وكلنا حارسين بعتقد على رئيسة الجمهورية نعم وقت كان فيه شغور رئاسة صحيح أنه الكل يمضو ما فيه مهنة على الكل يمضو وإذا ما بضي حدا ما بيعطي الأعمال كل المجلس وزراء ما فيه تحول وزير إلى ملك أو رئيس جمهورية إلى حاله نعم وإلا ليش قنيتت سلطة مجلس وزراء بسلطة عفوا رئيس جمهورية مجلس وزراء نعم وكالة صحيح عند الشغور الرئاسي وفقا هالمرة للمد 62 من الدستور ما قنيتت لكل وزير بمفرده مم بعدين هايدي قصة تسألتيني لأنك عن مراسيم الجوالة أنا ما بنسأ أسألتك لأنك صائبة بالطريقة اللي بتسألي فيها فعلا مراسيم الجوالة هايدي كمان وجدت أيام الحرب عندما يقدروا يتنقلوا أمر آخر مختلف تماما ما أنه موجود اليوم نعم وليش بصر يكون المرسوم صادر عما شوزراء ما يكون مرسوم جوال لأنه هايديك البدعص تحضروها هلأ ما قال لزوم بيجتمعوا فقط بالحد الأدنى الضروري مثل ما شرحت واستثنائيا بسي بتسمع شيء اسمه مراسيم جوالة هايدي الموت تكنيك مش موجودة أبدا مش موجود أبدا أبدا مش موجود كانت فترة طارئة لأنه كان في حرب ومسحوا مسح للدستور ومنه كبير حرام يعني ما يقروب دعيون ولكن ما في شيء هايك اسمه وحتى بالعلم الدستوري مش موجود هاي بتضي عيد قيام الحرب بسبب صروف عدم تنقل الأمنيا يعني فقط لغير هلأ فيوني تنقلوا صحيح وحتى رو بدي سلم بالمرسوم الجوال هيدا المرسوم ينطق اسم حق الوزير بالمشاركة طب افترضي حالك انت الوزير رقم 20 ما هيك ان شاء الله نشوفك وزيرة أعلام الله يخلي اجيك قبل مضيك مضيك تسعة عشر واحد يعني بتشكر ثقتك بس مننا ضعوة مننا محلة طب ماشي فأجيك التسعة عشر لقبلك انت وزيرة فطرة نعم جيتي عب تنقش هالمرسومة عب يمضو طب وين صحالك انت تعترضي تتحفزي تنقشي صحيح تقنعي أو تنعي صحيح ما هيدي بدا دي بقى هيدا الدبات بده تصير ماشي وزراء صحيح بالهيئة بده تجتمع هذه الهيئة فهيدا أمر أصلاح غير دستوري نعم يعني بنكون وقعنا التلتان بنوصل لمن التلتان وطلوع بيصير وقع أو ما وقع صار بإطار يعني المقر الأكرار أيا بنا عجدوى للأعمال إذا صار فيه توافق وليه ومعنى كان احنا المرسيم الجوالي اللي كانت سابقا اللي حد أتاكم الجوالي سأعطى أي وزير بعطلة شو يعطبر كأنه يعني ليش بدنا نلجأ لها أصلا طيب يعني إذا لا وجود لا شيء اسمه مرسيم جوالي لا وجود لا بالدستور نعم ولا بالتفسير وحديث الرئيس نجيب ميقاتي أنه دستور يبيح للحكومة بحالة الضرورة الدعوة لمجلس الوزراء إلى الانعيقاد يعني اللي عم تتفضل في حضرتك بحالة ضرورة أمر صحيح لكن ضيق جدا واستثنائي جدا يعني مش 30 بند و20 بند نعم عمش وزراء بند نعم اتنين ثلاثة ضروريات نعم طيب فقط لغير بدي انتقل لمسألة المصارف نحن هلأ على آخر السنة ثلاث سنين بعض أموال المودعين محتجزة نعم دكتور مرقوس قانون الكابتال كنترول مثل ما حضرتك يعني عم بتتابعه بمجلس النواب يكرس حق المودع بالعكس نف أكيد الكابتال كنترول بيديق بيقيد المودع أكتر وأكتر بيمنعوا بيمنعوا آنونا آنونا هلأ ما في شيء آنوني بيمنعك تسحب مصرياتك من البنك ولا تحوليون لبرة البنك عم بيمنعك لأن البنك ما عنده سيولة كافية وما في بنك بالعالم عنده سيولة كافية لاب بكل الرش وال يعني الدفاع أو يعني نعم الإقبال على السحب فلذلك عم بيجي هالآنوني يكرس هاي الممارسة هيدا تكريس لهالممارسة شو الكابتال كنترول تقييد كي بدوا يحمي حق المودعين هلأ بيحميهم إذا بدك بأول أيام الأزمة أي متى عندما أنه ما يصير في استنسابية بس هي صارت ما يصير في تهافت هيدا صار شو بعد بده يحميهم فهيدا الكابتال كنترول هلأ ما حدا يخبرنا أنه جاي يحمي حق المودعين أو نحنا زدنا لنا هونيك مادة أو هي موجودة أصلا كانت حدا زادة يعني بس أنه دع عمناها قصة أنه حماية الودائع والمودعين ما بطبيعته هو يعني بر ديفينيسيون الكابتال كنترول ضد المودعين بس أنه استراتيجيا إيه بيحفظهم ودائعهم لا بيصير في حزوة لحد عن حساب التاني فسلأ صارت بعد ثلاث سنين عن شو عم نحكي هلأ جاي هلأ أنه إذا بده يجي فقط لأنه طالبوا صندوق النقد ونحن عملنا سميناها إيتيود الكامعة عن نواب خصوصا الجدد أنه شفنا حسب ما عم نعرف منهم عم بيصوتوا لأنه مطلوب منهم بصندوق النقد هالموضوع بدنا نناقش مفروض بحرية وبفهم فأول ما نعرف ليش مطلوب هلأ هلأ بيقول صندوق النقد بالاجتماعيات السابعة اللي كنت أحضرها نعم ليه مطلوب أنه هيدا شرط من شروط أو حية سعر الصرف وبيخاف يفوت مساري ترجع تطلع من البلد طيب نيح الأمر الثاني هلأ بجيبك عليها الأمر الثاني الهدف هلأ من الكابتال كنترول هو حماية المصارف من الدعاوة اللي عم تقام عليها والصياغة اللي معمولة صياغة رديئة غير موفقة أساسا ما رح تحميهم حتى لو قرواها النواب طب مثل ما كل الصياغات عم تكون رديئة يعني برأيك مشروع هذا القنطور الصياغة السرية المصرفية مش رديئة صياغة الخطة مش رديئة هلأ إعاد توازن المالي الطرحين ومش رديئ الهيكل رديئة عم بيكون صياغة كتير رديئة مش صياغة عم بيحكي بشي شكل انتبه شي بالمضمون والجوهر ترجع لك ترجع لك للنقطة الأولى لكن لسببين اللي عم بينقار حاليا أو بده يصير فيه محاولة لإكرار ويمكن تفشل هالمحاولة على الأرجع لكن لنرجع للسبب الأول إذا بدك أنت هلأ تنظم نظم الصحوبات أو التحويل إلى الخارج بمعايير بتحطها واحد اثنين ثلاثة بس ما بدك كنها خمسة ما هي حتى هلأ يا دكتور بول أنه عم بيصير فيه قيود على التحويل من عم يقدر يحول حتى الدولار الطالب اللي تم إكراره بمجلس النواب عم نشوف المصارف هي المعم بتطبق ما هلعب بليكين يعني السؤال أنت عم بتبرر اللي عم بقوله اه اكيد يعني معناتها هيدا النص شو هو يعني هيدا نص جاية الذي يلزم بالتطبيق تحت طائلة ماذا ما عم نشوف يرفض أي قانون يتم إكراره بيعني نص قانوني يلزم تحت طائلة أي شيء لو حتى يتم أنت ما عندك قضاء هلأ فاعل يعني اليوم إذا حتى بدي تظلم يقدم شكوى أو دعوة كيف بدي يقدمه نمعه مصارف الخارج عم يقدر يعمله وهلأ صليك ست شهور اعتكاف قضاء صحيح وقبل حتى كان عندي كتير زروف صحية وغيرها ما خلت العدلية تشتغل وأساسا عندنا ما شكلها العدلية بالأساس وبالتالي يعني هيدت كلها الأوانين نعم وأنا بأسف أنه عم بيكون عنا أشكال من الأوانين بس عم تكون غير مطبقة طبق فقط لنقول عم نعمل إصلاح على الورق يعني طيب دكتور بموضوع أموال الموضيعين برأيك كحقوقي كيف يمكن حمايتها والحصول عليها ولو بعد أجل بما أنه هلأ يعني في مرحلة من الشح ب لكن نحنا بججستيسي واللي بفوت على الويبسات بيشوف مقدمين خطة اقتصادية شارحناها لعدة مرجعيات مولجة بالأمر وهن أخذوا من البعض من الأفكار منا ومن غيرنا طبعا وطلعوا بإذا بدك حل منقوس منه كامل برضو يعطيهم العافية لأنه فيه جهد نعمل ما عم نقول لا كان بخطة التعافي اللي بدأ كتير إصلاحات وكتير علينا ملاحظات عليها ولكن أخذوا هالفكرة هي ميالة ميالة عنديك ثلاث محافظ أساسية لازم تعمليها بهالبلد هالبلد لمنه مفلس هالبلد إدارته السياسية مفلسة صحيح عنديك محفظة عقارية بتحطي فيها 66 ألف عقار يلي هاملتهم الدولة يعني فوق العشرة بالمية من مسيحة لبنان نعم عم بتحكي عن عقارات متروكة مهملة معتد عليها منسية اللي بدك كيه بتحطي لها محفظة نعم نعم بتحطي لها محفظة عقارية نعم بتعالجيها نعم عندك صار بورتفايو نعم بتحطي عليه إدارة صحيحة ونزيهة وشفافة هلأ بحكي كيف نعم بس تخلص هاي محفظة عم بلخص طبعا أنا الخطة نحن عنا إياها كاتبينا على ويبسال نعم الأمر التاني بتعملي محفظة للقطاعات الإنتاجية يعني كهرباء ومي وبريد والبدكيهن نعم كمان الهنة خسرانين نعم وبتعملي محفظة تالتة للرخص السيادية والإمتيازات اللي بتعطيهم الدولة نعم يعني متل ما بتعطي بالبحر انت رخص تنقيب على النفط نعم عندك مثلا المجالات أخرى ممكن تعطي فيها على الحدود بكرة عند إعادة أعمار سورية عند إعادة وصل المنطقة مع بعضها عندك مشاريع كتير كبيرة بتعطي فيها الرخص الدولي نعم فها كمان ألا إيمي نعم وها بيترعبان عليها نعم يعني السئة مجرد أنك عم مالة باشرة بهالموضوع فيك أنت تبيعية كفكرة نعم مش بيع بمعنى بيع صحيح صحيح نعم لا نحن مع إدارتها فقط اشتراك الكتار الخاص في إدارتها وليس بيعها فلأرجع إذن هالثلاث محافظ الأساسية بتكون هاي دي بيه صندوق سيادة استثمارة سميلي ما شئتي ولكن تحت إدارة كتير صار مينزيها هالمرة ممكن تعيني فيها أنت مسؤولين أجانب يكونوا عم بيدروها من مرموقين يعني أمين عام سابق للأمم المتحدة مثلا يديرها هلأ في عندك متقاعدين كتير بالعالم وبتحطي معهم شركات تدقيق دولية بتحطي اتنين كتير كبار فقط للتدقيق وبتحطي أمر تالي كتير مهم وحاسم مثل ما عملوا التليان نعم وغيرهم من البلدان بتحطي ويبسايت عليه كونتور عداد بتشوفي أنت كمواطنة نعم شو فات من نفادات دائنة وشو طلع من نفادات مدينة هيدا لمزيد من الشفافية وده بتأنتريز على اللحظة ذاتها ليش فاتت وكيف طلعت بيكون فيه إدارة نزيهة وشفافة مباشرة لهالسندوق وهيدا ممكن يكون عنده إرادات كتير كبيرة اقترحتوا هيدا الموضوع نعم على المسؤولين الكبار بالدولة نعم شو كان موقفهم من هيدا مثل العادة ترحيب مثل العادة ولكن كان فيه إذا بدك جزئية معينة أخذ بها وفيه أمور تانية لا لأنه بركعتبروا أنت قاص من السيادة إنك تجيب يعني من خارج البلد ناس أنا هلأ عم بعطيك سبب يعني هلأ طلع معي أنه ممكن يتحطيليك حدا لأن دايما أنا ليش عم بقولها هالجملة لأنني بعرف المشاهد شو عم بفكر بكون عم بقولها هلأ بدك تحط صندوق وبدك تجيب لي مسؤول بعد مرة أو مسؤولين اللبنانين يديروا هالسندوق ما هني شفنا شو عملوا قبل مش هناك بتجيب أنت إدارة محايدة مستقلة نزيهة تحت رقابة محاسبية نعم عرفت كيف؟ حتى تعطي شوية ثقة أنا هيدا الصندوق ما رح ينسرق من جديد أنا عم بسألك شو كان يعني جوابهم لأنه يعني في البعض بيشوف بالبلد يعني ما بعرف بس يعني مورد رزق سأل لي أحدهم وناجم بسدقب يعني مين بترقص هالسندوق فعلا هيا كان أول سؤال لأنه اليوم اللي عم نشوفه بمسألة الهيئات النظمية واللي هي شرط من شروط صندوق النقد للكل عم بنادي فيه أنه وجوب الاتفاق مع صندوق النقد الدولة الهيئات النظمية عم نشوف بلش يعني يدير ويدور الصراع بتشكل فريق تفاوضة جيد جيد اللي رح قلك ممتاز ولا رح قلك سيء جيد هيا لازم تتعاملين اتنين تقولي ميننة أعضاء الوفد ولاش عينتين وشو بيمتلكم الخبرات في عندك ناس بيعرفهم بالشخصة اشتغلوا بالبنك موديار بالأف ام اي وانتقدوا تجارب دول أخرى وطلعوا دول أخرى من تجاربه نعم السيئة المريرة وصلوا لمحلات كتيرة اللبنانيين عمروا العالم نعم ما بيعرفوا عمروا بلدون أنا بشك فلكن بدك إرادة وعزيمة بعد ما تكونت وما نضجت يعني هيدا الحديث بدينهم بدين أكتر متيقن أنه فيه بالعكس فيه استفادة أنا برأيي حتى من الوضع الحالي أولا على مستوى تراجع الأعباء المصرفية على عاطق القطع المصرفي لأنه عم تتآكل هالودائع صحيح وعم بتدوب وعم بتقل إيمتها ومرتحين الشباب اتنين فيه استفادة من بعض الهندسات الهلأ موجودة نقديا وماليا ومصرفيا أنا ما عم بحكي فقط عن مصرف لبنان صحيح حتى على مستوى الضرائب على مستوى الدخل على مستوى الاحتسابات فيه كتير حزوة فيه كتير حزوة حتى ديون الدولة الداخلية فيه ناس عم بيعملوا مصاري هلأ بالأزمة كتير صحيح كتير مستفيدين نعم فتقاطع هالمصالح الداخلية الفاسدة نعم مع ربما أيضا ضغوط دولية أو ضغوط أديمي دولية بعدها مكفاية على البلد بيعتقد مكف على الوضع مثل ما هو لهذا السبب والناس ما عم بتروح تقلب النتائج بسندة ضيق الاختراع يعني هيدا هيدا قصة تانية بلبنان خلينا أحكي معك على مسألة الناس حين إذا سمحت لأنه بلش وقتنا يمشي عد عكسي بدكن تعطونا شوي ما علي عم بقولولي مسألة الناس حين كان فيه يعني عندكن تصور من الناحية القانونية لأنه اليوم عم نشوف أنه يعني العودة الطوعية وشفنا اللي وقع باس إبراهيم لم استلم الملف من أسبوع عم بيقول بالرقم مليون وثلاثمئة وثلاثين ألف نازح سوري لا يرغبون بالعودة لبنان يعني كمان ملزم أنه ما يحملهم بالقوة وياخدهم شو يعني الرؤية القانونية أو شو القانون الممكن يقدموا بهذا نحنا طلب إلينا أيضا دراسة من الدولة البنية قدمناها رجع قول مجدنا بشكل تطوعي لي أولا شرح القانون الدولي شو بيقول نعم لأنك أنت كالبنان منك ماضية على اتفاقية حماية أو حقوق اللاجئين بسنة لأسس عميات وخمسين ولا على كوتوكولا بس بمحل معين تسترجد بها المبادئ الدولية ما فيك تطلعي عنها وشرحنا كمان لأنون الداخل شو بيقول وقدمنا هذه الدراسة مع عدة حلول وكان فيه مسعى من وزير المهجرين بوقتا ومن رئيس الحكومة وطبعا جهد المدير العام الأمن العام دائما موجود نعم لكن ما صار فيه أخذ بهالتوصيات أو الاقتراحات تعرف لأنه بالسياسة ليه ضغط الدولة كان أكتر أكبر أول شيء رح أقول لك دوليا ما أنهم مستعدين يتفاعلون هنه وبسوريا اتنين يمكن ما بقى يصير فيه دفع حتى هنه وباللبنان متى ما كان الوضع عليه سابقا لأنه الناس تعرفة بالعالم شو ملتهية حاليا عندهم أصنع يعني هلأ فيه مدن أوروبية ممكن سيكون فيها تقنيم بالكهرباء وبالغاز نعم والناس خايفة بأوروبا هيدا المكلف ما بقى فيك تطلب منه القوط اللي بيابل أو التاكس بير فعلي لأنه فيه قضية لاجئين نعم سوريين اجوا على لبنان وهو مش سامع يمكن من هالمنطقة نعم فخا نكون واقعيين كل هذه الظروف نعم إضافة طبعا للعجز وربما عدم الرغبة والكسل اللبناني فيه التصدي لهذه الظاهرة الكبيرة اللي من أول ما صار فيه ضفق هائل من اللاجئين ما صار فيه تنظيم لألها صحيح بتصور كل هالعوامل متكتلة مع بعضها عم بتقدي إلى استمرار هذه الأزمة المهية يعني أول شيء لازم فيه تقصيم للفئات فئات قانونا لها اللاجئين المسميون نحن نازحين نعم بده يصير فيهون تقصيم إلى فئات فأنا عرف أول شيء هالفئات هيدا أيها لازم ترجع وأيها ما فيها ترجع وأيها بعدين بترجع نعم ويصير فيه عمل تدرجي بهالموضوع الأمن العام مشكوراً عم يعمل جهة بس ما فيه لحاله يعمل هذا الجهة وبدك يكون فيه فعلاً فريق عمل نعم حكومة على مستوى رفيع عم يتابع وبالمباشر ما بس عم يتابع بلبنان عم يتابع مع سوريا والدول المجاورة نعم دكتور بول يعني بالقانون يحق للمديرية العامة للأمن العام ترحيل ولو تحت اسم نازح بشروط معينة نعم بشروط شو يعني مخلب الأمن مثلاً أو يعني لا يطبق القوانين المعينة بالمرادي أولاً فيه ناس دخلوا بطريق غير شرعي اتنين فيه منهم ما عندهم صفة اللاجئ أصلاً ما عندهم هذه الحماية بالأساس وكذلك بيكونوا ارتكبوا أعمال مخلب الأمن منهم طبعاً تجيز الترحيل طبعاً أكيد شو لكان لكن هذا لا يعني أنه عدم احترام الكرام الإنسانية أكيد أو تعريضهم للإزاء أو لتعريض السلام البدنية لأ أكيد نحن يعني عم بختصر طبعاً بناء على الحاح الوقت اللي عندك أكيد لأنه أنا اللي كنت بس بسرعة هيك عم بقرأ أنه المديرية العامة للأمن العام يعني بيحقلها ترحل الطرق حتى الغير قانونية اللي داخل فيها سوريين أو أجانب ليس فقط سوريين لأنه كان فيه سودانيين نصريين كمانا يجوا عن الحدود البرية السورية وفقاً لهذه الشروع بيقدر يرحل اللي بتحترم الكرام الإنسانية وإذا المناطق اللي رايحين نعم بكيفية الدخول وشو الأعمال اللي ارتكبها بالبلد أكيد وإذا المناطق اللي حتى بدهم يعني يذهبوا إليها آمنة ما هيرا عبقولوا عدم تعريضهم عدم تعريضهم يحق الله فيه مناطق آمنة أصلاً صارت بسوريا صحيح يعني 80% من الأراضي على كل حال اختصرت كثير اختصرنا طبعاً بناء للطلبك شكراً لإلك دكتور بول خلص أكيد بلقاءات يعني منحكي أكتر بأمور أنونية مننا هيدا الملف أكيد يعني النازحين السوريين أخوة للبنانية نحن مش عم نحكي بالطريقة أبداً العنصرية ولكن يحق لكل مواطن يعني العودة إلى دياره يعني وخاصة أنه لبنان اليوم عم يتحمل أعباء يعني مع حفظ كرامته طبعاً وعدم تعريضه وفقاً للأصول والوضعيات اللي حكيت عنها نعم دكتور بول مرقص بدأشك كدك شكراً جزيلاً ومرة تانية مليد مجيد وعام تعيد إن شاء الله لحضرتك والعيلة وللبنانيين شكراً جزيلاً مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختم هذه الحلقة من السياسة اليوم شكراً لحسن المتابعة إلى اللقاء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكرا